اشتركوا في القناة ويبدأ بصحب النوع العالي والمتوسط على مدن الهضاب العلية لكن يبقى التقس مشمس وصيفي على كل مناطق الساحلية والداخلية للوطن فيما يخص منطقة تندوف تعبر عليها بعض الصحب النوع العالي وبدون فعالية ويبقى الصفاء يهم كل من الصحراء الوسطى شمال الصحراء منطقة الواحد حتى المنطقة إليزي كما لا ننسى بعد الزوابع الرملية الموسمية تنشط على جنوب منطقة غردية على منطقة تامناست وإذا على أقصى الجنوب الجزائري هذي دايما نرجع إلى رياح معتدلة إلى قوية محليا درجات الحرارة القصوى لهذا الظاهرة إن شاء الله سجلوا كأعلى من قياس 47 درجة على منطقة ريقان 45 الخط اللي يربطنا بين بناء عباس حتى التندوف نفسا بقياس على إليزي على الواد وعلى تقوت 30 درجة على بجاية عنابة والقارات 32 درجة على العاصمة ووهران من 37 إلى 38 درجة هدى على كل المناطق الداخلية للوطن 36 درجة على تبسة باتنا وبرج بوري ريج 37 إن شاء الله على البيت 43 على بشار 47 على غردية 36 على تامن نرسات جانت 39 درجة و44 درجة على أقصى الجنوب الجزائري تنزواطين برج برج مختار وعنقزام للملاحة والصيد البحري لهذا الظاهرة إن شاء الله يبقى البحر جميل وهادئ على كل السواحل الجزائرية رياح تبقى شمالية شرقية لن تتعدى سوعتها 15 كم في الساعة درجة حالة المياه تبقى مستقرة تتروح من 23 حتى 24 درجة مئوية على طول الشريط الساحلي كالعادة نختم نشرها الجوية بالمعلومات الفلكية لغروب الشمس عن جزائر العاصمة ودواحية راح يكون إن شاء الله في حدود الساعة السابعة و28 دقيقة مشاهدينا مواقع الإلكترونية وهي دايماً في الخدمة للمزيد من المعلومات ما يخص البيئة وحتى الجو أمسيتكم طيبة في أمان الله